مرحبا حبايبي فيكم برج الميزان. اول شي خلينا نشوف طائتكم في هاي الفترة ايش رح تكون. في تغيير في حياتكم في هاي الفترة. تغيير يعني خلينا نقول كبير وممكن يكون على صعيد عاطفي. ولكن انت في هذا الموضوع انت رح تكون المتلقي. انت رح تكون واقف مكانك خلص خلصت اللي عندك. اه اعطيت كل شي ورح تستنى بس التغيير. فتغيير جاي مش بس تغيير تغيير خلينا نقول مصيري اللي هو لقدام. فعلى العلاقة على صعيد انا بشوف هاد الكرت كتير عاطفي. فعلى صعيد عاطفي انت رايح لعلاقة جدية. اه شو مكان وضعك? رايح لعلاقة جدية فعلا. حتى ازا كنت اه متزوج فانت عم بتكون. اه يعني ما في طلاق اه في استمرارية في العلاقة. المهم عم بشوف استمرارية في العلاقة شو مكان اه نوعها. على الصعيد العاطفي طبعا. خلينا نشوف. ازا برج الميزان. وعلاقة ثلاثية من اولها صرت اكره الرقم ثلاث انا. لكن بعدها نصر دغري. عنا رقم سبعة. ولا تنسوا انه ثلاثة وسبعة عشرة يعني اخر شي. اربع استقرار. استقرار اكتر بحسه عاطفي. اه قبل فترة صار عندك نقص في المال. في الفترة الجاي رح يتعوض هذا. الموضوع. في ناس قلشوا بمشروع ورح يعطي نتائجه في هاي الفترة. ازا في عندك توازن في العاطفة وتوازن في المادة. التقاء بشخص عزيز. رح تحاول تدافع عن نفسك. طبعا احنا رح نترجمها كلها كسلسلة او كموضوع. ولكن اذا في عندنا علاقة ثلاثية في الموضوع. ولكن بجنبها انتصار كرت انتصار على هاي العلاقة الثلاثية. ولكن انا بشوفه شوي مش طويل الامد يعني. بشوفه مش في هذا الشهر. صدقا بشوفه. ولكن شوي شوي رح تتخلص من هذا. رح تبلش في هذا الوقت. ولكن تخلص منه نهائي. ممكن يحتاج الموضوع لاكتر من شهر. لان احنا فتحنا على شهر واحد. عم بتكون صبور كتير. عم بتكون عارف بالزبط او متيقن انك انت بالاخير رح تحصل علي بالذكية. وانت فعلا قربت كتير. انت كافحت كتير. شوف انت تعبت كتير بالاشهر الماضية. يعني بطريقة اه تحملت من الناس من الشريك. اه ممكن يشكون الشريك على فكرة كمان. اه يعني ترك اه مش بس علاقة ثلاثية. ممكن يكون ترك عمله. لانه بشوف انه انت عم تحمل مسئولية العيلة شوي ازا كانت عيلتك الصغيرة او يمكن عندك التلزامات من الناحية من عيلتك الكبيرة. بشوفك عم بتربح. هذا النصر رح يطول مدته. رح تضلك يعني فترة طويلة منتصر. اه وخاصة وخاصة على انثى ممكن يكون على انثى هذا الانتصار. انثى من برج هوائي ممكن يكون. او مائي. فهذا هذا يعني كرت كتير كتير عجبني كتير حلو. اللي عجبني اكتر انه مبين بالاوراق انه الميزان عم يستعيد اه اللي هي صفاته الاصلية. الصبر الكفاح. اه عم بيشوفهم يعني ماشيين بطريق مستقيم. ما عم بيضيعوا لا هون ولا هون. ما عم الناس في حواليهم ناس في كل الاماكن يعني. من الناحية الاجتماعية اعداء. ومن الناحية العملية في اعداء. ولكن هما ماشيين هيك. بطريق مستقيم. ما عم يأثر عليهم اي شي. صح عم بيأثر عليهم شوي يعني في عواطفهم بيفكروا شوي ولكن ماشيين للهدف تبعهم. فعم بشوف اه عم يحصلوا علي بيتهم اياه في اقرب وقت. مع انه حصل في نقص بالمادة في الفترة الاخيرة ولكن شايفي في وفرة شوي شوي اه عم يتلقاها برج الميزان. على فكرة ممكن انك اه يعني اه ممكن يكون في خطبة. ممكن يكون في ارتباط جدي هاي الفترة. مع انه احنا ما فتحنا على العاطفة لكن شوي بيانت. اه ازا في ممكن يكون ارتباط من شخص ناري او مائي او حتى ترابي. اه اما الزواج اما البداية بالاجراءات اما شخص اه داخل على علاقة جدية مش. المهم هون بيبين عندي انه الميزان مرتبط بشخص جدي. ما عم يلعب. حتى لو كانت علاقة جديدة او على الانترنت او كزا. اه عم بيكون كتير اه هاي العلاقة عم بتكون جدية. اه برج الميزان. اللي رح يخدموا هاي الفترة اكتر اشي صبره وزكاؤه. ما يعتمد على الناس ابدا يعني. اه الناس اللي كانوا يوعدو اه وعود مبين انه في وعود بالموضوع يعني فيه ناس اه كانوا وعدينه على صعيد العمل في شغلات كتير ولكن ما تنفذ منها ولا شي. فانا بشوفه هو عم ينجح بايده. عم هو عم يشتغل. هو عم هو عم بحق الانتصار شوف ما في حدا حواليه. هو لحاله عم يشتغل يعني. يعطيكم العافية برج الميزان. اه النتائج كتير قربت. صار في عندكم شوية كركبات شوية توترات ولكن فترة مؤقتة وبعدين اه بتستكملوا اللي هو الصعود. انا شايفيتكم طالعين لفوق. مع شوية ازمات صغيرة مع شوية. يعني ما بتخلى. ولكن اه ماشيين بالطريق الصحيح ماشيين لفوق لقمة للقمة. اه بشوف البعض منكم يعني رح يصير مشهور في اه في موضوع معين. رح يقدم موضوع معين يمكن بشغله يمكن يقدم بحث يمكن يقدم يمكن يقدم يمكن دراسة او تخصص او. فرح رح يوصل لنوع من الشهرة. او انه يفتح مشروع ويكون كتير مشهور في هذا الموضوع من بعد صبر طبعا. صبر كتير يعني على هذا الموضوع. مش اول ما يحط اجرو في الموضوع خلاص انه لا. بيحتاج لوقت وتحديات هذا الموضوع. اه شايفك هون. شايف الكراون تشاكرا. شايفيتك عم تكون روحانياتك عالية جدا جدا. والناس اللي كانوا بعيدين يعني عن ربنا من من برج الميزان هاي الفترة عم بيكونوا كتير قريبين يعني اه عم يكونوا متصلين بالكون يعني في القوانين الكونية انه انه كل ما توصلت بطاقتك الداخلية فانت بتكون على اتصال آه أو مخك او عقلك الباطن فانت بتكون على اتصال مباشر مع الكون عم بتأصر المسافة. فانا عم بشوفك لأ يعني عم بتكون روحاني جدا هاي الفترة عم بتصلي عم بتدعي عم بتتصدق. شغلات كتير عم بتعملها. كان في تأخيرات بحياتك هذا اللي ادى انك تزعى لهذا الاشي انك تكون روحاني كتير شايف للناس اللي كان عندهم مشكلة بالكراون شاكرا او بالشاكرا التاجية عم ينحل الموضوع عم الاستشفاء اللي قلنا عنه قبل شوي اه ممكن يكون خاص في هذا الموضوع فعم تزول المشاكل بمعنى اخر كمان ممكن تكون العلاقة العاطفية يعني للشريك ولا الك في حدا منكم كان عند بطاقات سلبية والان عم بتروح في هاي الفترة عم تنتهي فالتأخيرات عم يعني عم تتسرع الامور بتحسها بالفترة الجاي وعم اه شوي شوي تتحسن. الطاقات حبايبي عم بتكون اه مائية نارية ترابية. فيه طبعا هوائية يعني بس انا ذكرت الاكتر. خلينا نفتح عالعاطفة كمان. بالنسبة للناس قبل ما نبلش بالقراءة بالنسبة للناس الميزان المرتبطين في عقرب او برج مائي. سيت احكي لكم انه ديروا بالكم على الناحية العاطفية من هاي يعني شوي ازا كنتوا متزوجين طبعا. اه انه شوي تحافظوا على العلاقة لانها تحت المحك يعني على المحك. ممكن تكبروا الامور بطريقة يعني ما تستاهل بطريقة يعني تتفاقم فكونوا صابورين كتير في العلاقة العاطفية. طبعا مش بس المتزوجين يعني كل اللي مع اللي مع بعض المنفصلين اللي على العلاقة. اه تكونوا شوي صابورين عالطرف الاخر. نمشي الشغلات. ما نعمل كتير استرس في العلاقة فوق ما هو موجود. ازا حكيت انا برج الميزان مع الابراج المائية. نكون حريصين من موضوع الطلاق او من موضوع الانفصال النهائي فا. بس هدول اللي ذكرتم لضائيين ما في اه. في ناس عندهم ولادة ياعي. بنت كمان. بنت ولا ولد? تخيل انها بنت. ولكن كأنك بتخفي هذا الموضوع يعني النساء اه عم يخفوا هذا الموضوع الحمل وكأنه اه بدهم يعني تيتأكدوا من الامور يعني الى اكم من شهر بعدين يعملوا او انه اعلان للموضوع يحكوا عنه. عم بشوف البعض منكم عم يتكتم على هذا الموضوع. يمكن خايفين من الحسد او شي ما بعرف. اه خاصة انه برج الميزان عم يتعرض كتير للحسد يعني اه يمكن نجمه خفيف يمكن عشانه كتير جذاب كتير فيه صفات يعني حلوة. كريزماتيك عنده حضور عالي. فعم يتعرض للحسد فبس ديروا بالكم هاي الفترة من ناحية الطفية من العمل من كل شي من اي ناحية. بشوفك هون. عم بيحاول برج الميزان الاستعانة بمسؤول معين. زي ما قلتلكم قبل شوي ما تستعينوا في اي حدا. اه هاي الفترة راح تكون لحالكم ما تصدقوا اي وعود انه اوكي اعملوا اتصالات وكزا وهذا. بس يعني اللي يبين من الكروت انه انت راح تساعد حالك بحالك. اصلا برج الميزان ما بيحب يعتمد على حدا يعني. فالموضوع منتهي. عم بشوفك بتحاول تسيطر على العلاقة بتحاول ترسم يعني اخطوط للعلاقة او انك تحجم الشريك او انك تسيطر عليه بنوع من الانواع. فشايف انه فعلا عم بتسيطر عليه. فعلا عم تعمل كنترول على العلاقة. زمام الامور عم بتكون بايدك. حبايب القراءة العاطفية طبعا ممكن تكون عكسية يعني. يا اما برج الميزان اه بالنسبة للشريك او الشريك بالنسبة للميزان. يعني ممكن تزوط على الفنت. اه شايفة انه العلاقة العاطفية مثل رح تنقلب فجأة. اه مثل كأنك شايف انها ميقوس منها انه خلص ما في مجال انها تتحرك انها تتطور. بالعكس انا بشوفها رايحة اه لا اتجاه معاكس في هاي الفترة. يعني مثل انقلاب. مثل اه مش ثابته. في تقلبات عاطفية عند البرج الميزان. رح يكون حاس حاله باوقات كتير كتير مشتاء وكتير ملوع يعني. شايفة في بوادر لعلاقة جدية. المبلشت او مبلشة اه من زمان. اه ازا كان هذا الشخص القديم من طاقة هوائية او طاقة مائية. فبيكون اه في زواج على الاغلب من هذا الشخص. انا ما بقول بهاي الفترة ولكن بفترات اه قادمة. بس بهاي الفترة رح تظهر البوادر. اه شايفة كمان انت والحبيب رح تت يعني بتحاولوا انه اه اما تحلوا المشاكل مع بعض اما انه تطلعوا مشوار عم بتتحاولوا انه كيف اه انه تعوضوا اللي مر. وكأنه اللي مر كان كتير قاسي عليكم. ويمكن انت كنتوا قاسين على بعض. بالفترة الجاي بشوف انه لا رح تعوضوا اللي مر. اه رح كل واحد يعوض التاني عن اللي مر او واحد منهم للتاني عم يعمل هذا الاشي. عم بشوف فيه هون ممكن يكون بيت زوجية بيجمعكم ولكن مش اي بيت. يعني عم بشوف بيت فيه رخاء فيه اه نعيم فيه يعني فيه رفاهية مش بيت اه عادي. يمكن رفيقك اه يمكن حبيبك اه يكون غني. يكون غني كتير ما مش عارفة. هلا بتطلعوا لي بالتعليقات بتقولوا لي طفران وماما وفلوس ومش عارفة. هاي للبعض منكم حبايدي. اه شايفة انه فيه عواصف بالعلاقة العاطفية فيه اه ناس عم بتحاول انها اه يعني اه تبين كوجه ملاك ولكن هي بالاساس حاقدة من جوه عليكم. فبشوفكم بالرغم من هذا كله اه عم انه هدول الناس كانوا ناجحين اول في تخريب العلاقة ولكن بالفترة الجاي لا بشوف انهم بفشلوا كل اه كل محاولاتهم عم بتبوء بالفشل. اه هون بشوف طفل بشوف ولادة ممكن يكون اه فعلا حمل ممكن يكون ولادة لموضوع جديد في حياتك. بداية جديدة. ممكن يكون شخص جديد في حياتك يفوت يحول حياتك كل حياتها لجنة لانه انا بشوف بالصورة كتير مثل هيك. اذا نبين يعني كتير الطقس حلول الزرع البستان فيه مي يعني كل اشي موجود. حتى فيه طاقة روحانية فيه ملائكة موجودة فيه في الاوراق. ممكن تكون عناية الهية من الملائكة من رب العالمين. اه ممكن يكون اه مشروع زواج ناجح او بداية تطور لهاي العلاقة. ميزان. ميزان عم بتحب بطريقة فضيعة هاي المرة. مع انه دايما يعني برجل ميزان بعمل كنترول. اسمه ميزان يعني. بعمل كنترول بكل مجالات الحياة. ولكن هاي الفترة راح تكون كتير مشاعرك اه يعني كبيرة. راح تعبر عن مشاعرك. اه على عكس العادة تبعتك او الطبع تبعك. راح تحب انك تعبر للشريك عن الحب. وكأنك كنت مجمع كتير كتير في قلبك. اه حب ومرة واحدة راح راح تطلعوا للحبيب. كمان في اللي هو. ممكن من هاد الحبيب يكون في اطفال يعني العلاقة شايفيتها طويلة الامد. وشايفي نفس الشي هون يعني في شوية عوائق في شوية مشاكل في شخص مدير ممكن يكون في العمل. اه زملاء في العمل عم بيكونوا كتير اللي هما بيحبوا الحكي. كتير بيحكوا. كتير بينقلوا كلامي كتير كذا. انا بتوقع انك خلصت من جزء منهم مبين ضايل الجزء الثاني. شايفي منهم يعني خلاص انتهوا راحوا وشايفي فيه آآ لسه مجموعة لسه ضايلة. فيعني طنش بقولك طنش هاي الفترة اصبر الفترة الجاي راح تكون احلى يعني كل ما مشيت في هاي الفترة آآ راح تكون افضل. اذا للميزان. خلينا نشوف. خلينا نشوف اوراكلز للميزان. شاء الله تكون نصيحة حلوة في محلها مسج من الكون لالك ممكن تكون اكتر من شي. ايدنتيتي. اه بقولك يا نيزان واساسا هاي الشغلة فيك يعني بتأكد يعني انا متأكد انها موجودة في معظم اللي برشم ميزان. او الطالع او القمري. مو شرط بس الشمس يكون نيزان. اه بشوف انه بطلب منك انك تعبر عن نفسك اكتر اه بتحط مبادئ معينة لشخصيتك. انا بشوف هاي يعني موجودة فيك هيك هيك. خلينا ناخد وحدة ناسبك اكتر. لانه هاي فيك انت يعني عندك مبادئ ما ما بتزيح عنها وكزا. هون بيقول لك يعني هيك اتمنى وبالفترة الجاي راح يعني بهاي الفترة ركز انك تتمنى او تدعو دعوات لانه بالفترة الجاي رح تتحقق.